نفى مصدر مصري مسؤول ما تردد بشأن وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية في القاهرة للتباحث بشأن التهديئة في غزة وأشار المصدر إلى أن نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس بالدعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين وتكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع وتحقيق تقدم باتفاق التهديئة حول هذا الموضوع مع ملقاهرة مرسلنا سمير عمر سمير أيضا هذا التوضيح من مسؤول مصري كبير مفحواه وأيضا هو يستبق كلمة نتنياهو أمام الكونغرس أليس كذلك صحيح ماجد لا يمكن قراءة ما وردانا من مصدر مصري رفعة المستوى في هذا الخصوص بمعزل عما يمكن وصفه بسجال إعلامي بين القاهرة وتل أبيب وهو يعكس حالة ما وصفها البعض بأن مصر وإسرائيل انتقلت من محالة السلام البارد إلى محالة الحرب الباردة لأن الشقة تتسع يوما بعد يوم بين القاهرة وتل أبيب بسبب السياسات التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين يتنياهو والتي تتجلى في مماطلاته وتغيير وعوده وإطلاق ومنع الوفد الإسرائيلي الأمني المفاوض من التوصل لأي اتفاق يقود إلى هدنة من هذا المنطلق يمكن قراءة ما وردان المصر المصر في هذا المستوى بشأنه أولا اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين يتنياهو بأنه يحاول التمويه وإطلاق تسريبات غير دقيقة استباقا لخطابه أمام الكونجرس الأمريكي في محاولة لإعطاء صورة أنه جاد في التقدم على المصر التفاوضي وبلوغ التهدئة واتفاق الهدنة مع الجانب حركة حماس في قطاع غزة الأمر الآخر وهو ما يتعلق بالموقف المصري الثابت فيما صدر من تسريبات حتى إذا كان الجانب الإسرائيلي أطلق تسريبات صحفية تقود إلى إمكانية الخروج من محور بلاديرفيا أو الجانب الفلسطين معبر رفع فإن ذلك إن لم يجد ترجمة حقيقية على أرض الواقع فهو لن يرضي الطرف المصري الذي طلب منذ اللحظة الأولى بانسحاب كامل من القوات الإسرائيلية من الجانب الفلسطين لمعبر رفع وكذلك عدم بقاء القوات الإسرائيلية في محور بلاديرفيا صلاح الدين هذا الإطار هو الذي يحدد التحرك المصري هذا النفي هذه اللغة الخشنة الصادرة عن المصادر المصرية رفع في المستوى تتفق أيضا مع لغة أكثر حدة صدرت عن بيان في الوزارة الخارجية المصرية فيما يتعلق بقرار اليونسكو حيث طلبت مصر في بيان وزارة الخارجية الإسرائيليين بعدم بتوقف عن انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق من إجراءات غير قانونية وغير شرعية في القدس والأراضي الفلسطينية ذات القدسية في الدين الإسلامي والمسيح ومختلف الإدياد إذن نحن في مرحلة جديدة متجددة بالأحرى فيما يتعلق بسجال بين القاهرة وتل أبيب سواء فيما يتعلق بالساحة الإعلامية أو في غرف التفاوض المغلقة أو حتى في التصور الشامل لما يمكن أن يحدثه المصر التفاوضي الذي يعرقله من وجهة النظر المصرية بن أمني تنياهو وفقط من القاهرة مراصلنا سمير عمر شكرا جزيلا لك سمير ترجمة نانسي قنقر